تعرف تأكيداً لكلامك ده اللي ترجم أو ده اللي اللي فسر ليه ميستر كولر راح على آل يو ديانج وخده بالحض بحرارة شديدة بعد ما استلم جايزة منو زماتش رجل المباراة كان فعلاً فرحان بيه جداً تأكيد لللي انت بتقوله انه قاله انه في لحظة هتجيلك اخترق وكمل انت مو كتبه بتعمل مجود كبير مو كتبه بتنفذ اللي يعانزه المدرب لكن ربنا كفأك ان يترجم هذا الامر في انك تحرز هدف مهم بطريقة صعبة وجميلة وخاصة بيك انت بخصائصك يعني اي واحد ما عندوش الباور والمهارة بتاعة الاختراق بتاعة ديانج مش هيعدي كده فده اللي بسط كولر انه انه قدر ينبه لعيب انه عنده ميزات يجب ان نستفيد منها وفي النهاية كولر مبسوط معاهم حتى في المعابل جايزة اديك ربنا كفأك ان الخات ما نفزمتش ديانج لعيب مهم قوي كل لعيب تلاهلي والنبي سدقاني يا استاذ إبراهيم حتى اللي ازعلانين منه من النهاردة ادون فرصة شوفوا لما يفوقوا حيعملوا قوي